اشتركوا في القناة هذه وظيفتي اللي اقوم فيها وهي من الاجمل الوظائف بالنسبة لي تحب التدريس احب التدريس احرص عليه وبالتالي لما تأخذ انت صفات متعددة او عندك كما يقال اكثر من قبعات يعني عليك ان تختار ايها الاقرب الى قلبك والتي بالواقع هذا هو ما يعني احصل منه على راتب وما اقدمه لهذا المجتمع وهي وظيفة اعتز فيها ولا يمكن اني اترك التدريس في يوم من الايام بسهولة انت تحب التدريس بحد ذاته او تدريس العلوم السياسية لا يمكن التدريس بحد ذاته يعني جوز ان يعني الواحد يفضل يدرس مجموعة اشياء الان العلوم السياسية تشعبت وتوسعت واصبحت يعني تدخل في مجالات كثيرة فيعني انا افضل الاقتصاد السياسي من خلال العشرين سنة الماضية صرت اعمل في مجالات دولية اكثر يعني في القطاع الدولي المنظمات الدولية منظمات دولية غير الحكومية اللي جان الدولية في تقصي الحقوق الانسان صار هذا اهتمام ونقلت ايضا الى المستوى الاكاديمي فاصبحت الان ودرس يعني اضفنا مادة في الجامعة مادة حقوق انسان اتز كثير فيها انتلك دور في اضافتها طبيعي طبيعي لان احنا يعني لكي تضيف مادة ضمن المنهاج الدراسي هذه تأخذ وقت طويل فالاختراح يأتي وثم يأخذ وقت طويل لغاية ما يتم تنفيذه واضافتها فاخذ وقتها والحمد لله الان المادة موجودة وندرسها وان شاء الله يعني تكون يعني بالنهاية اسلوب التدريس فيها ممتع كنت تتوقع تقولي انا احب الصحافة اكثر من التدريس والله ايه لان انت ما شاء الله من خمسة وسبعين في العمل الصحفي يعني الحين حوالي يعني الله اعتقدت العمره اربعين سنة تقريبا الا شوية ما ادري من بداية تأسيس جريدة الوطن ايه يعني لسنتين من بداية تأسيس جريدة الوطن يعني كنت معهم وما زلت مستمر يعني سواء الكاتب او يعني مهني فاعتقد هم مسيرة الصحافة اقدم من مسيرة التعليم يعني او التدريس هذا صحيح يعني يجوز انه من ايام من ايام الجامعة يمكن حتى من ايام خمسة وسبعين كنت من جامعة تدريس خمسة وسبعين السنة اللي تخرجت فيها لما تخرجت بدأت بالصحافة نعم بدأت كان عندي اكثر من صحيفة حائط كنت سويها والله في الجامعة في الجامعة ايام الجامعة كنت مشاغب يعني تشاغب فيها تقريبا تقريبا يعني كان فيها جانب سياسي كان فيها جانب سياسي وفيها جانب اجتماعي ما اذتك سياسة ما لدغتك يعني لا داخل يعني ما استهواك فكر سياسي لا فكر الفكر العام يعني ممكن كان التجاه التجاه العام اللي كان الواحد يشوفه لكن لم ينخرج تنظيميا بقدر ما هو شلو كان اقرب لك يعني يمكن كان الاتجاه القومي يمكن ذاك الوقت لكن في ذاك الوقت يعني حتى الناس العاديين كان يعني عنده التوجه انه هذا هو التوجه لكن هذا طبعا يعني ثبت انه يحتاج الى مراجعة مثل مثل غيرها اختفت هذه التيارات دكتور ما عاد موجودة يعني لا تيارات هذه تيارات موجودة ولكن زمن الايديولوجيا تراجع بشكل عام في العالم يعني ربما كنا احنا نتكلم عن معسكرين رئيسيين يعني في العالم ما بين الاتحاد السوفيتي ومنظومته وبين الولايات المتحدة ومنظومته هنا حلف شمال الاطلسي وهنا حلف وارسو هذه يعني تعرضت في 1991 الى تراجع بسبب اعلان الاتحاد السوفيتي نهايته يعني استقاله كامل استقال القرباتشوب في 1991 وحدثت اكبر عملية تحول تاريخية في العالم انه عندك انت دولة عظمى مثل الاتحاد السوفيتي يعني تنفرط منها خمسة عشر دولة جديدة بدون حرب وهذا هو اكبر تحول تاريخي حصل يعني عملية التفكيك والتركيب اللي حصلت تفكيك الاتحاد السوفيتي تفككت بعدها على طول اوروبا شرقية شو علاقة تيار قومي عربي لا الايديولوجيا على اساس الايديولوجيا يعني الايديولوجيا بالنهاية بدأت الان تدخل مداخل كثيرة انت عندك تيار القومي اذا كنا نتكلم عن تيار القومي تعرض لضربة قاسية في السبع وستين يعني بالتالي بدأ يتجه اتجاهين اما ان تبقى على تيار القومي التقليدي اللي هو يرى قومية عربية او يتجه الى اتجاه الاكثر راديكالية اشتراكية يسارية نحو الماركسية وغيرها وانفرط العقد حركة القوميين العرب صار فيها انشقاقات حتى انعكست على تيار وهنا تنظيمات لا نتكلم عن التيار لان التيار فيه ناس ممكن يكونون مؤيدين او معجبين او ما شابه لكن لا يكونوا بالضرورة من ضمن منضمين للتيار او منظمين بالاحرى مسيسين فاللي حصل انه بعد انكسار الاتحاد السوفيتي لا يمكن ان تكون هناك دولة تنشأ على المنظور المدى المنظور وتصبح هذه الدولة بقوة الاتحاد السوفيتي قادرة على ان تتصدى وتكون محور قطبية يعني احنا كل اللي درسنا في العلوم السياسية كان قائم على ما يسمى بالقطبية الثنائية فانت بسهولة تفسر الاحداث الان في حالة من الانتثار او الانتشار او البعثرة السياسية اللي ما عاد اليوم انت تتكلم عن حالة سوريا فانت تتكلم عن دور روسيا دور روسيا مفقود في اماكن اخرى دور الصين بالاول لا بالاول انت محسومة القصة انت بهذا الطرف او بذاك الطرف فبعد نهاية الاتحاد السوفيتي ودخولنا في موقع اخر حدثت كثير من المتغيرات حتى يوغزلافيا يوغزلافيا صارت خمس او ست دول وحدثت فيها اوروبا لم تكن تتخيل انها يأتي زمن بعد الحرب العالمية الثانية وتحدث فيها حروب ما يسمى بالعبادة الجماعية في البوسنة وغيرها من الدول حصل فيها وبموجب ذلك تم الدفع باتجاه الانشاء المحكمة الجنائية الدولية الغزو العراقي على الكويت هل اثر في اختلال ميزان ثقة الكويتين بالذات بالتيارات قومية ما في شك يعني تعرف جيدا ماضي انه في قبل الغزو انه كان في هذا البلد شعبية كبيرة جدا لصدام حسين يمكن انا واحد من الناس من القلائل اللي كان عندنا موقف من الحرب العراقية الايرانية لانه ليس هكذا وبعدين الاتجاه الانساني الحقوقي بالدرجة الاولى يعني الان اذا ممكن واحد يصنف نفسه حتى ما يصنف نفسه على كلام غير مفهوم لبرالي او كذا لا انت تصنف نفسك على انك انت انسان حقوقي وبالتالي ما ترى في امكانية لقيام مجتمع مستقر بدون احترام كرامة الانسان بعدين التفاصيل اي شي يجي ما عندي مشكلة فبالنسبة للعراق ان كثيرين من الناس كانوا مؤيدين لصدام حسين ويرفعون الشعارة وتدخل بعض الديوانية تلاقي صور صدام حسين والى اخرى بالتأكيد ان هذا القطاع العريض اصبح عنده يعني عدم ثقة وسقط الثقة وانا طبعا اتكلم ايضا لاني كنت موجود في الكويت وتعرضت للأسر لفترة في الفترة الاخيرة فالواحد شاف التجربة من الداخل مش من بره الموضوع يعرف كيف تفاعلت الناس وللأسف يعني انكسر انكسرت اشياء كثيرة جيد انها في النهاية في المحصلة ان يذهب الى غير رجعة اسلوب ونمط حكم مثل نمط حكم صدام حسين لا يعود الى حيز الوجود ولكن التكلفة كانت عالية واذا كنا نحن بنتكلم اليوم حتى نتكلم عن قضية الكيماوي وما شابه الكيماوي ما هو اول من دخل في هذه الاستخدامات الكيماوية كان صدام حسين في مواقع عدة حتى في التقارير الاخيرة اللي صدرت مؤخرا الوثائق التي تم الافراج عنها خاصة بالسي اي 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 المخابرات المركزية الامريكية تضح ان الولايات المتحدة كانت تدري باستخدام الكيماوي في الحرب العراقية الايرانية من صدام ضد الايرانيين فبالتالي انت عندك استخدام اساليب لا يستخدمها الناس في حروبهم التقديمية صحيح سقطت اشياء كثيرة ولكن دكتور انتهاء التيارات القومية او تراجعها حتى ما نقول انتهاءها في مقابل تيارات مثلا مثل الاخوان المسلمين استمرت وقوت وتواجدت رغم الكثير من الضغوط التي كانت تمارس عليها صحيح لا هو طبعا في كل الاحوال هذه المنطقة اذا بنتكلم عن الخليج او بنتكلم عن المنطقة العربية مرت في ظروف مختلفة يعني الحركات الاسلامية اذا احنا بنتذكر جيدا يعني قضية المجاهدين اللي صار في افغانستان اذا بناخذ افغانستان كنقطة نقطة انطلاق ما هي كانت التجربة كلها تعاون كامل ما بين المخابرات الامريكية وما بين المخابرات المصرية والمخابرات السعودية والمخابرات الكويتية كلهم مع الاسلاميين اسسوا ما يمكن تسميته بالجهاد في افغانستان هذا ترتب عليه امور كثيرة وفرخ اشياء كثيرة وفي نهاية الامر عندما سقط السوفيت وتم طردهم من افغانستان وانسحابهم المجاميع هذه تقاتلت ما بعض وظلت تتقاتل جاء بعد ذلك الباكستانيين والباكستانيين كان عندهم حلم ان يكون لهم نفوذ في افغانستان لأول مرة يصير في عندهم نفوذ في افغانستان عندما جاءت حركة طالبان فلذلك الازمة اللي موجودة في افغانستان جزء كبير منها موضوع باكستاني امريكي الباكستانيين المخابرات الباكستانية ترى ان طالبان تمثلها وهي بالتالي تحاول ان تحافظ عليها ولذلك الامريكان منزعجين جدا من قضية لذلك اذا تلاحظ ان حتى في عملية الاغتيال التي حصلت الى بن لادن تمت بدون اختار المخابرات الباكستانية وصار فيها مشكلة داخلية حادة جدا بشكل سريع لانهم صار الان واضح التقارير الان اصبحت مكشوفة لم يعد الان هذا الموضوع سريع في نفس الوقت الانظمة نفسها بدأت تجد في التيارات الدينية وهذا حصل عندنا في الكويت تجد انها تيارات ممكن تكون مفيدة بالنسبة لها وتحافظ على الاستقرار وممكن ان الاستفادة منها وبالتالي مشت في عملية تحالفات متنوعة وصار فيها الكثير من مصر الى المنطقة الان قاعد يحصل اعادة مراجعة الصدامات اللي قاعد تحصل الان طبعا عندما ترى ماذا يحدث مثلا في مصر او غيرها خلال فترة من سبتمبر 2001 من بعد حادثة سبتمبر 11 في امريكا وعدد الذين قتلوا بترتيب من قبل تنظيم القاعدة حصل فيه كثير من المراجعة كيف لنا احنا كولايات المتحدة الان اصبحت الولايات المتحدة هي القائدة ومقابلها تنظيم القاعدة وين النسبة ما في نسبة يعني تنظيم القاعدة وهذه الدولة القائدة كانوا قبل دولتين قائدتين الان اصبحت دولة قائدة واحدة فلما تفتح وتقول انت انا عندي حرب ضد الارهاب هذه حرب ما لها معنى حرب عبثية لان مع المطلق وبالتالي يصبح عندك تنظيم انت حتى تحاول تعطيه قيمة اكبر مما هو فعليا الامريكان ظلوا يعملون مراجعات المراجعات الحقيقة توصلت من خلاله انا حضرت يمكن ما يزيد عن 15 ما بين مؤتمر ووركشوب وكذا خلال من 2001 الى فترة قريبة القناعة اللي توصلوا لها في النهاية انه افضل شيء بالنسبة لنا ان نجد اسلام معتدل ما عاد عندنا امكانية انه نعطي الفرصة لاتجاهات اخرى او تيارات اخرى الاسلام المعتدل كان يمثل نفسه بشكل او باخر بالاخوان المسلمين وبالتالي كانت المعيار او المقياس اللي يقيسون عليه كانت تجربة تركيا امريكا لعبت دور في تجربة تركيا ولا ننسى انه جت الاسلاميين في تركيا جاءوا بعد محاولات مختلفة من اربكان الى اخرى لغاية ما فكانوا يرون هذا نموذج مشرق وبالتالي بالامكان تطبيقه لما حدث ما نسميه احنا الربيع العربي اه في تونس في مصر اه كانت هذه الرؤية واضحة في الاستراتيجية استراتيجية امريكية ترى انه ممكن وربما كانت الحدث اللي حصل في 30 يونيو المظاهرات وثورة هي طبعا انا اظن ان الثورة المصرية لازالت في مراحلها لم تنتهي بعد لابد يعني لان حتى الجماعة الان اللي موجودين يرتكبون اخطاء فادحة يعني والقضايا الانسانية والخسائر التي حدثت الحقيقة هذه عليهم ان يتعاملوا معها بجدية اكثر مما هو الان ليست هما فريقين يعني ما يصير انت تتصرف مثل الطرف الاخر عندما جاء محمد مرسي والان دستوري اعلن دكتاتورية كاملة لا يوجد احد يريد ان يتحمل الخطأ لا الان ايضا عليهم خطأ كبير والانقلاب العسكري هو انقلاب عسكري بكل الاحوال قد يكون يخطوك يخطو خطوة للامام وقد لا يخطو خطوة للامام لكن في النهاية الانقلاب تجاربنا معا ليست تجارب جيدة دكتور انا برجع بعد ل 75 انا منطقة 75 هذه عاجبتني ودي اوقف فيها يعني انت ب 75 بدت عندك الاهتمامات بالصحافة كيف كان الجو الصحفي في الكويت في ذلك الوقت الجو الصحفي كان ابسط بكثير من الوضع الحالي طبعا التوزيع ما كان مثل الان يعني قبل كان التوزيع يتم عبر عند اشارات المرور صحيح هذا منعوها بعدين وكان في منافسة لكن طبعا انت لازم تعرف انت بتكتب كلام مكتوب يعتمد على طبيعة القارئ انت في ذلك الوقت ايضا كان عندك مئات الالاف من الجالية الفلسطينية الموجودة فالجو في الكويت جو مسيس اساسا حدثت الحرب الاهلية في لبنان لبنان كان هو القائد في عملية الصحافة في الكويت مباشرة بعد ما تسكرت لبنان الكويت كانت هي الحاضنة للصحافة المنطلقة هذه الصحافة التي تعبر عن كافة الوان الطيف انجاز التعبير في البلد وفي العربية وكانت الكويت محطة يعني يأتي لها من يأتي ليعمل تصريح علشان الصحافة الكويتية تقول فكانت صحافتنا في ذاك الوقت اكثر قوة وليس بالضرورة ذاتيا ولكن حدث ما حدث في لبنان حتى في حل المجلس في المرسوم الامر الاميري الذي حل مجلس الامة وعلق الدستور في سنة ستة وسبعين كان من ضمن المبررات اللي حاطها انه احنا ما نريد انه نستورد ما حدث في لبنان يعني من ضمنها كان على موضوع الصحافة وخشية منها لكن الصحافة في الكويت كانت كانت رائدة ذا ذكر احنا كنا في الوطن اغلقت كان عندنا الوطن والهدف الهدف تصدر اسبوعي احنا الوطن ما كنا نصدر الخميس فيصدر بذلها الهدف ايه باسم الهدف كمجلة يعني بس جريدة يعني بشكل جريدة وطلعنا العدد الهدف تم اغلاق الهدف عندنا ست شهور وتم اغلاق الوطن شهر كامل يعني كعقاب لان مثل ما تعرف احنا عندنا في المطبوعات قال المطبوعات المادة الخاصة بالاجلاق الصحف يا اما تروح للقضاء اللي هي موجودة الآن في القانون أو تحط لها تمديد أو زيادة في المادة وتقول أنه يصبح هذه مصلاحيات وزير الإعلام واستخدمها الوزير بحق الوطن وبحق الهدف الصحافة كانت تعبر عن أفكار سياسية متصارعة ما أعرف إذا كان أقدر أقول أنها كانت مؤثرة أكثر بس العدد كان أقل يعني تكلم أنت عن خمس صحف يومية ولكن الملاحظة طبعاً بالكويت كانت بالأول ما يعطونك ترخيص الترخيص قديمة باستثناء يمكن القبس خذولهم سنة 71 أو 72 هذا كان استثناء الباجي كلهم 60 و 61 يعني الوطن على الوطن بس كان في يد حاضنة للعنصر الكويتين ينخرط بالصحافة والله شوف هي مجموعة أنا تصور قدر تسميها مجموعة المشاغبين يمكن اللي فرضوا نفسهم يعني فيهم ناس معهد وموجودين فيهم ناس توفاهم الله وفيهم ناس الآن اللي يعتزلوا واللي لا زال على الأقل يعمل بطريقة أو بأخرى يمكن وبعدين فيه كان فيه تيارات سياسية يعني كان أنت عندك شيء تقوله الجو السياسي كان محتدم وكان فيه تيارات سياسية متحركة على الأرض يعني الآن تيارات سياسية ما عادت في نفس القوة ولا في نفس الحضور وبالتالي الصحافة كانت عاكسة لهذا المجتمع يضاف إلى ذلك أنه ما عندك وسائل إعلام متشعر ما كان في تويتر الآن يعني الآن تويتر هو عبارة عن جريتك الخاصة يعني أنا عندي تجربة مع تويتر أعتبر هذه جريتي الخاصة لما حد يقول شيء أنا أوضح أوضح ما عندي لا أرض على رئيس تحرير ولا استخدامك بين تويتر الآن ونت ناشط في تويتر وبين كتابة المقال الصحفي هنا تعبر عن رأي وهنا تعبر عن رأي أيه أكثر تفاعلية وتشوف أنت يعني لاقي نفسك فيه ما عرف من بديت أنا بديت تويتر متأخر يعني بس من بديت تويتر أيضا أخذ المقالة وحطها على تويتر فأشرك فيها هذا ويأخذونها يعني صحف عربية وكذا وإلى آخر فما تعرف لأن هناك ما تعرف شو حجمه تجد متعة في تويتر يعني تجد يعني يشغل وقت يعني جزء من وقتك وذا تهتم يشغل ساعات أحيانا أشعر بأنه غير مفيد أشعر أحيانا بأنه غير مجدي أحيانا أشعر أنه مزعج لك أحيانا نعم يعني فيه تيك انتقادات مثلا لازم بس أعتبر نفسي من المحظوظين الانتقادات اللي تأتيهم قليلة جدا ما في تجريح شخصي ما تعرض لتجريحات يحدث بس سويت بلوك حق أحد حتى الآن ما سويت بلوك ولا واحد ما عرف واحد مرة مرة كاتب يقول لنا يعني دكتور انت سويت بلوك قلت لأ أنا ما عرف شلون أسوي بلوك فيعني ما عرف ما عرف ولا بيعرف الكل اللي بيتكلم يقول اللي يقوله يقلط اللي بخاطرة ويمشي ما تضايق يعني لابد أحيانا ما تحسن أن أحد تجنع عليك أو ضايق بس يعني شا تسوي بعد هاي طبيعة الأمور تناقش إذا أحد ناقش إحنا على فكرة منزلين الحسابك الحين على تويتر يحبي تواصل وياك تناقش إذا أحد يحبي إلى حد كبير إلى حد أرد على الناس ترد بس يعني مثلا يعني أحيانا بعض الناس ما يناقشون يجيكوا عنده وجهة نظر ويقولها ولا يبي يسمع وبعدين عنده أفكار خاصة فيه وبعضهم ما قاعد يناقشك أصلا يعني لكن أقدر أقول لك أن هذه نسبتهم لا تتجاوز واحد بالمية من يعني يمكن حتى أقل يعني بين ذاك وذاك الزمن اللي ممكن حد يدخل بس هي فيها يعني فيها أنصر مهم أنك أنت الآن تقدر توصل لعدد واسع كم ما شاء الله وصله الحين الحين ما عرف يمكن 43 ألف 43 ألف واحد كل كلمة بالضبط طبعا غير يعني صار عندك جريدة خاصة ممكن نرقل جريدة يمكن أكثر من الصحف الأخرى بالضبط بس يبيلها وبعدين تفاعلي يعني وخد ناقش الناس وبعدين تقدر تقول يعني 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 إحنا مثلا أعطيك على سبيل المثال يمكن هذه القصة يعني أصلا لما دخل تويتر كان بضغط ما نحاب كنت أدخل في مجال يمكن يعني يروح عليك وقت وجهد و لازم تجابل وما كنت فاهم التكنولوجي مضبوط يعني لحد ما فرض عليه يعني من من شباب ومن وحبين وحبين يقالوا لازم تدخل احنا كذا إلى آخر دخلنا فبدأت اكتشف هذا العالم وهو عالم كما هي الحالات أي حالة يعني هو جيد وسيء في نفس الوقت فيه غث وفيه السمين وأحيانا مثلا أنت تستغرب من حد يكتب باسم مثلا مستعار ويتكلم عن الشجاعة يعني طيب كيف ما تقدر يعني صح البعض أحيانا ممكن يعني يسيء فهمك أنا ما عندي كتير موجودين حتى على الخاص لأن أنا كل عام ما تسوي فولو لحد لا عندي فولو عندي منظمات دولية عندي بعض بعض الأشخاص اللي يعني بس مرة أنت أصلك حادثة شهيرة في تويتر أن يعني صار يعني قيل كلام على لسانك في أحدى يقال طبعا مرة لا احنا كنا مرة في أنا كنت أعمل محاضرة في لندن في جامعة لندن لندن سكولة في كناميكس وتفاجأت أني بعد ما أخلص المحاضرة باللغة الإنجليزية أصلا يعني ولأكاديميين يعني ما هي الحضور أصلا كان قليل ما كان في فتفاجأت أن تم تحريف كلام مش تحريف اختلاق كلام ما قلته ولا يمكن أقوله مش لأن أنا يعني يعني هذا الكلام أخشى لأن هذا الكلام ما أقوله ببساطة يعني وحتى لو كان في شيء يعني وتم المبالغة فيه وبالتنسيق مع بعض الجهات الخليجية مع مجموعة موجودة في البلد وكنت برة يعني فلو ما كان عندي تويتر كان يمكن ما كنت أقدر أوضح إيه لأن كان هما نقل أن يقولوا أن هذا حصل من المحاضرة وفي النهاية نفيت وانتهى الموضوع أنت تشوف تويتر حالة صحية في المجتمع أنه فيه تعبير عن رأي وفيه تبادل آراء ولا ولا استخداماتها غير شوف فيه جوانب عملية يعني تقدر أنت توصل فيها رسالة وفيها تقدر تثقف وفيها تقدر ترد على أسئلة وفيها تقدر ترد على توضح معلومات وفيها تقدر تحدد وفيها أحيانا تقدر تساعد ناس أنا يهمني وائد هالقصة يهمني قضية مساعدة الآخرين يعني في يوم من الأيام حصل أنه في عدد من بدون تم احتجازهم وإحنا كنا متابعين الموضوع وأثناء ما تم احتجازهم أتى القاضي قاضي التجديد وقال خلص يفرج عنهم بكفالة كل واحد خمسمائة دينار حسبنا العدد مبلغ يطلع تقريبا ثلاثين ألف دينار مبلغ كبير وهذول الناس أساسا إمكانياتهم مادية محدودة فاللي حصل أني قررت في اللحظة هذه أن أعمل حملة لجم هذا المال خمس ساعات قطيناهم كلها أنا هذه النقطة جدا مهمة بالنسبة لي لأنها حسستني أن هذا طبعا فيه أكيد فيه ثقة في صاحب المبادئة ولكن لو هذا ما كان موجود ما كان صعب كنت أكتب مقال في الجريدة ماذا مقال في الجريدة بعد يومين ينزل ويمكن الناس تتجاوب ما تتجاوب بس كان هذا الشيء أنا حسيته أقوى مما توقعت في حالة ما كنت أقصدها يعني لعنى هذه صار بالصدفة يعني ومثلها حصل أكثر من شغلة أخرى أقل أكثر شوية في أماكن مختلفة نوه عن شيء تعلم عن شيء هو تويتر أيضا مسألة الحرية والمسؤولية دكتور اليوم في الجريدة لما تكتب في رئيس تحرير هو يتحمل المسؤولية أنت في تويتر أنت تحمل المسؤولية بحد ذاتك أنا أشوف اللي يزعجني بعد أحيانا ما أتابع فما أشوف ما أشوف ما أشوف شي قاعد يصير لكن أحيانا يدزول لي بعض يعني يعملوا لي تحويل على الشحن الطائفي يعني يخلك من قصة السبوش أنت تحمل إحنا واحد يبي غلط عليك لأي هدف إن كان شخص أنت في النهاية تشيل صوابك وتتحمل وكذا وبالنهاية أنت شخصية عامة لك أنك تتحمل لا بأس لكن الشحن الطائفي السبوش الشتائم مش طبيعية وفرح الناس بقتل الآخر يعني قتل الآخرين وتصفيتهم شي يدمي القلب يعني تطالعوا وبعدين تكتشف أن في بعضهم شباب صغار ما يعرف شي حتى عن اللي قاعد يتكلمه يتكلمون بقوة وبقسوة وبحدة وهذا هذا مضر هذا ما أعرف أنا كيف يصير التجني على الناس الشائعات أنا عملت دراسة صغيرة ما هي دراسة علمية لكن قلت أن إذا كل واحد منه تمهل في عملية ريتويت يعطي إن شاء الله ساعة أو أقل من ساعة ينخفض حجم الكذب ثمانين بالمئة الله ثمانين بالمئة في ناس مستعجلة على قضية ألقط وصلني خبر أنا بسبق الآخرين صاروا يتنافسون وكأنه ما تعرضت لها ما تعرضت ما وقعت في أخطاء التويتر هذه أو مغرياتها مثلا بريتويت أو بمعلومة لا أتمهل أو كتابت معلومة كانت غير دقيقة في حالة إذا كتبت معلومة غير دقيقة على طول أصحح أصحح هي مشكلتها وين مشكلتها إنه يمكن يكون اللي التقط المعلومة أحيانا أنا أحط خبر أتفاجأ ولا في آلاف قاعد يعملون ريتويت بس مو كلهم تابعيني من اللي متابعيني متابعينه بس يوصلني ريتويت إنه إنه الأدد كبر أنت تدري الحين أن التويتر صار تجارة يعني إذا عندك أربعين ألف ممكن يعطونك مبلغ يعني على على الدعاية دكتور أكمل بعد الفاصل أعزائي المشاهدين أبقوا معنا بعد الفاصل معنا الدكتور غانم النجار سنتعرف على المناخ الديمقراطي الأمثل أبقوا معنا مؤتمر الانتكاسات بسبب برلمان الحكومي الغير مواطنين تكلم عن 65-70% هذه مشكلة تكلم عن مصدر دخل واحد ناضب وبالتالي وانت تمشي قاعد يقل ما قاعد يزيد إذن أنت عندك مشكلة هذه المشاكل كلها تكلم عن مشكلة التعليم ماجد والتعليم الموجود حاليا لماذا هناك خلل بالتعليم وين يروح اللي تعلم وين طبيعة الانتاج كلها قضايا تأتي في عاشر سلم الأولويات وبالتالي السلطة التنفيذية والتشريعية بوضعها القائم الآن هذه صيغة تحتاج إلى مراجعة مراجعة طبعا تحتاج مراجعة بذهن مفتوح واستعداد من قبل الجميع أن يقدس ويقول يا جماعة ما احنا مرتاحين ما في صراع قوة صراع القوة في المجتمع الكويتي صراع غير غير واضح المعالم تكلم عن صراع طبقي صراع طبقي مش موجود عندك صراع متعدد الرؤوس ومتعدد المشارب ويتحول بعد فترة إلى مجموعة من الشلل الصغيرة تلاقي نفس العائلة عائلة ضد العائلة نفسها تلاقي نفس القبيلة ناس ضد بعض نفس الطائفة ناس ضد بعض لأن المجتمع أصبح ما لهوية شخصية صارت مو موجودة إذن هذا ينأكس على الوضع السياسي وبالتالي إنت شلون تنتخب من تنتخب من يوصل للانتخابات بس الديمقراطية هي الخيار الأمثل في خيار ثاني غير هي المقولة السياسية المقولة بالفقه السياسي إنجاز التعبير يقول لك الديمقراطية هي أسوأ أنواع الحكم هذا إذا استثنينا كل أنواع الحكم الأخرى فالديمقراطية بطيئة مملة مزعجة ليش ببساطة لأنك أنت تأخذ آراء الناس كلها إذا تبي تأخذ آراء الناس كلها إذن عليك تصبر تطول بالك يعني إحنا عندنا مشكلة مثلا صار عندنا مشكلة تعديل الصوت صوت انتخابات حصل صوت الواحد مش عارف إيش كذا طيب ما أنا حاول أبحث أدرس لأنك أنت تعطي منتج من ما تدرس وهو تعرف لكي تفيد بلدك يعني مجتمعك والمجتمع قابل للتطور هنا عندنا مجتمع قابل للتطور أكثر من أي مجتمع آخر والأدلة موجودة يعني هذه التجربة مثلا بلجيكا بلجيكا ثلاث سنوات وهم قاعدين ما قادرين يحلون شيء على موضوع مشابه لموضوعنا على قضية تعديل الدوائر وخلافات على تعديل الدوائر ثلاث سنوات قعدة وما بين ما عندهم حكومة وما في أزمة سياسية طاحنة هناك في بلجيكا في عندهم مشكلة أعقد من عندنا هناك عندهم مشكلة البعد العرقي المتحدثين بالفرنسية والفلمش فلمش اللي هم أقرب إلى هولندا العداء بينهم مستحكم أنت عندك هنا إمكانية أنك تطور عليك أن تضمن سيادة القانون تضمن المساواة تضمن العدالة تقوّل القضاء وتعطي استقلالية قد ما تقدر وتحيي الحياة السياسية بشكل عام الأحزاب السياسية التنظيمات السياسية وبالتالي تعطي فرصة أكبر لعل يكون هناك في تحسن يعني أنت معه إيجاد تنظيمات معلوم لأن ليش أبو عبدالله أنا أقول لك سبب عملي يعني في سبب نظري مبدئي اللي هو يقول أنه لا حياة سياسية بدون أحزاب سياسية هذا كلام نظري بس في سبب عملي أنه إحنا عندنا على الأقل 17 تنظيم سياسي موجودين فهذا اللعب يعني إحنا مثل مثل كيف يقول أظن المسلسل مع الدرب الزلق أو كذا يقول لك تفتح خباز يمك تنمو لك زي نحن فاتحين أحزاب سياسية نحن فاتحين أحزاب سياسية وتشتغل موسر بالعكس لما تصير منظمة يمكن تصير يقوم رئيس الوزراء بزيارتها لما يصير في مراحل تشاور حق تشكيل البرلماء تشكيل الحكومة يستدعيهم ويقول لهم منه ترشحون صار لنا الحين تقريبا ست سنوات أو أكثر بالحال رسمي رسمي أنا ما تكلم عن شيء غير رسمي وينزلون انتخابات باسم أحزابهم طيب أنت تحتاج تقنن هذا الموضوع علشان تعرف الفلوس من ينتجي تعرف إذا عندهم شفافية أو ما عندهم شفافية تعرف أن هذه القيادة انتخبت أو ما انتخبت الآن عدة مرات في عندنا أحزاب صغيرة في عندنا أحزاب جدا صغيرة تيارات لا أحزاب حزب اي أحزاب صغيرة صغيرة جدا صغيرة بعضها يعني أكبر فاعل فجأة تلاقي بالصحف متهاوشين فيقول لك هذا لا أنا أمثل الحزب هذا يقول طيب شلون ما في انتخابات ما في انتخابات أو في انتخابات بس ماكو شفافية سوريا ماكو انتخابات لعنصار عندك قانون ما في قانون تحدد هذا اللي يمثل هذا المنتخب وتنتهي جمعية حامة وتخلص تحلها طبيعة المجتمعات طبيعتها مش اتفاق طبيعتها الخلاف الاختلاف هو الطبيعة الأصلية للمجتمع مش العكس صحيح احنا دائما نحاول نتكلم في مجتمع الأسرة الواحدة نوهم أنفسنا وما حد يواطن الثاني كل واحد يحفر حق الثاني هو الحقيقة ان طبيعة المجتمعات ان بينها اختلافات طيب شلون تحلها قبل يحلونها بيكررون بعض هو واحد يكرر الثاني ثلوني شفت شريط واحد طائفي شي مزعج في العراق مية معين لهم ناس قال لك صلي ما تصلي كم ركعة المغرب تشمدني شنو قال لها انت من الطائفة الثانية راحوا طاق طاق ذبحوهم زي انت عندك هذا حل وهذا حل جرب ولا زال يجرب في أماكن كثيرة الحل الآخر هو الديمقراطية الصندوق ومعاني الديمقراطية الأخرى مبادئة احنا ماشين بالديمقراطية يعني احنا موجودين في الديمقراطية احنا مو بعيدين عنها بس عندنا نواقص كثيرة احنا ما عندنا ديمقراطية لا ديمقراطية ناقصة ناقصة طبعا تحتاج الى الكثير من العمل لكن نستطيع ان نبني عليها يعني لما نتكلم مثلا عن مواضيع خليني اقول لك يعني اشياء مثلا امن الدولة يعني في امن الدولة في مباحث امن الدولة زي وفي قانون امن الدولة قانون امن الدولة اللي هو مثله مثل قانون الطوارئ لا اسامي اسامي دلع مثل ما يقولون مختلفة احكام عرفية الكويت من الدول النادرة في العالم اللي صارت فيها ازمة سياسية مو ازمة سياسية كبرى راحت البلد ها تم احتلالها من اثنين ثمانية الف وتسعمية وتسعين الى ستة وعشرين فبراير واحد وتسعين سبع تشر غابت عن الوجود هذه الدولة بعد ما رجعت سوت احكام عرفية حكم عرفية ثلاث تشر ثم ممد مدد شهرا اربع تشر ورفعت الاحكام العرفية احنا في عندنا دول عريقة ثلاثين سنة وخمسة وثلاثين سنة فهذا يعطيك مؤشر بعدين كان عندنا احنا قانون ام دولة سابق ايام قبل الغزو هذا القانون تم الغاءة من قبل مجلس الامة هذا القانون كان يسمح باحتجاز اي شخص بدون توجيه تومة ها لمدة ستة شهر والجدد والجدد هذا الغي نعم اذا نبي نذكر الاشياء اللي قابلة للتحق قابلة للاصلاح قابل المجتمع للاصلاح اذا اتفق الجميع على ان الديموقراطية العدالة المساواة تعددية حرية الفكر حرية التعبير مكفولة للجميع ما واحد يو يقول انا هذي ملكي وانا هذا رأيي واغصب الاخرين عليه وما لهم حق ان يتكلمون اذا هذا صار الاتفاق اذا مسألة الانتقال اللي بعدها تبتدي عاد صراع القوة منه الاقوى في المجتمع وشني عناصر القوة اللي موجودة هذا صراع صراع تقليلي دكتور المجتمع المدني اليوم في الكويت كيف ترى هو حصل خلال فترة ما بعد التحرير حصل في بروز لمجاميع في مجاميع كثيرة الشباب خلال فترة تقريبا اقدر اقول لك الست سبع سنوات الاخيرة بدأ يصير لهم حضور اكثر يمكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت ما ادري لكن ما في شك ان الشباب صار لهم دور اكبر وصار لهم حضور اكبر حتى صارت السياسيين قاموا يسمحون جمعيات النفع العام تشوفها نفائلة جمعيات النفع العام فيها طبعا من الفاعل وفيها من النايم فيها جمعيات نفع عام ما فيها الا مجلس ادارة وكل سنة يجتمعون يسوون انتخابات وما يسوون شيء وبعضهم عشان نكون امينين يعني ما ننتقد زيالة بعضهم عندهم تخصص فالناس ما تعرف انها لانها متخصصة يعني اذا انت متخصص في مجال معين ما لا داعيه جمعيات النفع العام ليست بالضرورة ان تكون جماهيرية يعني هذا اهتمام طيب انا وياك يا ماضي نحب تنسيق الزهور طيب نسوي جمعية في تنسيقها ليش عالي الدولة يعني تمنع اشهار الجمعيات او تحد من هذا الطامة الكبرى التي وقعت فيها الدولة ومارست عليها ضرور يعني شنو التخوف من جمعيات تخوف لانا يعني جمعيات مهنية او متخصصة بعيدة عن السياسة هذا تراث تراث العربي التراث العربي ينظر للجمعيات طبعا الجمعيات او اللي نسميه المجتمع المدني هو الفضاء الثالث انت عندك عندك فضائين القطاع الخاص والحكومة والفضاء الثالث هو جمعيات النفع العام فجمعيات النفع العام كانت اغلب الدول العربية اللي لم يكن كلها لا تسمح بالعمل السياسي فشي سوون السياسيين يروحون يدخلون في جمعيات النفع العام فيدخل النقابات ويدخل في كذا فتحولت جمعيات النفع العام الى منابر سياسية فدخلت الدولة بيدها الثقيلة وقررت ان هذه جمعيات النفع العام هي امتداد للعمل السياسي فتعاملت معها على هذا الاساس وقمعتها قمعتها بحيث انها سوت عليها اجراء الضبط ممنوع عليها العمل بالسياسة طيب انت ما هو العمل بالسياسة يعني في النهاية قابلي ممنوع السياسة بس حتى من جمعيتك مات الزهور هذي مثلا زي ليش اشهارها ماي يعني جمعية الزهور جمعية مراقبة الطيور والله مرة من المرات انا كنت في امشي في مكان شبه غابة في بريطانيا لقيت مجموعة من الناس حوالي عشرين نفر جالسين يقول لك شي يقول مثل العرب يقول وكأن على رؤوسهم الطير والله كان على رؤوس فانا حسيت في صمت قمت امشي بهدوء شنو قاعد يسوون قاعد يسوون يراقبون طير على بعد خمستعش متر طير نادر وقاعدين حتى ما يراقبين ان يسوون الكلك هذي عشان لا يزعجونه هذي جمعية جمعية تسمونها بيرد ووتشيرز هذول مراقبة الطيور طيب خلينا نروح لازم تروح وتكتب كتاب وطيب خمسين شخص وهم ما يعطونك طبعا يعطونك بالواسطة ولا يعطونك بال زين دكتور انا عندي اخر سؤالين بس فكرة الوحدة العربية انتهت ولا هاد فيها يعني فيها امل ولا اصلا ما لها لازمة يعني لا لازمة او ما لازمة هي دائما هاجس وموضوع جذاب يعني منطقي لكن الوحدة العربية طبعا الآن صار فيها تحولات قبل اذا انت تتكلم في قضية الديمقراطية عند التيارات السياسية هذه كلها هذه يعتبرونك انت خائن وعميل انت جاي بفكر مستورد ممنوع الديمقراطية كلهم الآن لا يوجد احد لذلك انا قاعد اقول انه انه مثلا ما يسمى بالربيع العربي او غيره او اي واحد يسوي انقلاب اليوم حتى اذا بنقول في مصر انقلاب او غيره لا يستطيع اليوم انه يتكلم بغير الديمقراطية ايا كان الشخص احنا نتكلم عن استثمار وانا عاصرته يعني بالخارج ودعو بالمنطقة يعني من الناس اللي اشتغلنا في استثمرنا كثير حسينا انه العمل السياسي غير مجدي لانه بالنهاية يستبدل شخص بشخص وهذا يمكن يكون ديكتاتور اكثر من السابق ان العمل الحقيقي هو العمل الحقوقي وهذا صار على مستوى العالم فصارت القيم الحقوقية الان هي المتقدمة ما في حد اليوم يطلع باتر ويقول انا باسم الشعب اقمت هذا الكذا وسنقمع الجميع وسنضع ما عاد في محاكمات المهداوي محاكمات الثور ما عاد موجودة هذه حتى ان وجدت سيحاسب عليها صاحبها هذه اصبحت في الجزء العلوي من الثقافة اللي الناس حتى الانسان العادي يتكلم بالديمقراطية حتى لو انه مؤمن فيها وبالتالي التحرك هذا تحرك اثر كثير على الاجواء العامة صارت القومية العربية الان لا ينظر لها بالطريقة التقليدية اللي هي على طريقة بيسمارك تعال دولة كبرى مثل ما صار ايام الغزو احنا تعرضنا لحالة يعني مبتذلة من الكلام والاسفاف اللي سمعناه باسم القومية العربية انتوا في النهاية شنو دولة صغيرة خلوا هذا الدولة خلوا هذا الفارس القومي اللي راح يوحد الامة العربية وبالنهاية انتوا مالكم قيمة بس دكتور بعض الشخصيات اللي يعني يصعدون بالديمقراطية تخلون عنها لما يصلون الى احزاب او اشخاص يعني جايز بس هي لذلك شوف اللي حصل خلال فترة احنا نتكلم من واحد وتسعين دين وتسعين وجاي صار في تغير كبير في العالم التغير نتكلم عن ثمانية وستين سبعين دولة كلها تحولت الى ديمقراطية او شبه ديمقراطية بعضها يعني بعضها دكتاتوري بس يحكم بطرق ديمقراطية طيب هذا طرح علينا مصطلح جديد اسم العدالة الانتقالية بان هذه دول لا تفقه في الديمقراطية ما يعرفون شنو استقلال القضاء فتبتدي شنو تبتدي تسويلك منظمات كبرى تدعم هذه الدول في مرحلة العدالة الانتقالية تحتاج الى تمرين ماكو شي ماكو ديمقراطية بتطبلك بالبرشوت تاكلها يتشان زين في كبسولة تاكلها وتصير ديمقراطي هذا الديمقراطي هذا الدكتاتور كلها ومش صحيح خلاصنا من الموضوع هي المسألة تحتاج الى تمرين ممارسة استعداد لان الواحد يسمع الاخر يحتلم رأيه ويقبل التعددية هذه انا ظن تاخذ وقت ربما بعض الدول تختصرها يعني بعطيك مثال الان في الازمة الاخيرة مالة مصر الازمة الاخيرة مالة مصر بعض المصريين اللي هم عندهم عداء مع الاخوان بالنسبة لهم الموضوع عداء مع الاخوان مش بناه ديمقراطية هذه مشكلة تفاجأوا ان الاتحاد الافريقي اول منظمة خارجية اتخذت قرار بتعليق اضوية مصر طيب ما هو هذا القرار مشاركة مصر فيه القرار عفوا اللائحة اللائحة النظام الذي يوضع مصر مشاركة فيه وللعلم هذا كان في امريكا الجنوبية من 1945 منظمة الدول الامريكية كان عندها اي دولة يصير فيها انقلاب نطردها وبالتالي انت يصير عندك قيم مع الوقت اتحاد الافريقي حصل فيه خلال فترة من الزمن يمكن حوالي عشرين سنة صار فيه ثمانية وثمانين انقلاب عسكري بعضها كان كان يعني عنيف بعضها كان على سلطة مدنية بعضها فالقارة الافريقية تعبت من هذه القصة قالوا يا جماعة بس خلاص طبعا تبتدي انت مع ذلك شنو اللي يحصل اللي حصل في تغير كبير جدا صار في البنك الدولي البنك الدولي قبل ما كان يهمه يعطي الدول القمعية يعطي الدول البنك الدولي صار فيه ريشفل بالكامل وقام يضع حقوق الانسان قام يضع موضوع الشفافية اللي اسس منظمة الشفافية الدولية هذا ترى واحد كان موجود في البنك الدولي بس بعد فترة قال يا جماعة قاعد نعطي قروض بس حق لحقها الفاستين ياخذونها فقال طلع واسس ترانسبيرنسي انترناشنال منظمة الشفافية الدولية واثر التأثير كبير حتى البنك الدولي البنك الدولي الحين قام يشترط انه هل هذه الدولة ديمقراطية ولا مو ديمقراطية تعرف هذا شون ياخذنا بالزمن ياخذ وقت صحيح دكتور انا استمتعت في هذا الحوار خلص الوقت ترى انا ما سألت ولا سؤال من الاسئلة المكتوبة ان شاء الله مرة ثانية شكرا لك على هذا الحوار الشيخ عندنا اسئلة كثيرة اكيد راح ان شاء الله نستضيفك في وقت ثاني ممكن تكون متغيرات اكثر عزاء المشاهدين شكرا لكم نلتقي بكم بالاسؤال المقول باذن الله شكرا شكرا لكم شكرا